السلام عليكم مرحبا بكم مع يوم جديد نتمنى تكون في أحسن الأحوال اليوم سنشارك معكم مائدة رمضانية سنشارك معكم مائدة وصفات في فيديو واحد سنشارك معكم طبق رمضان سنحضره في طبق رئيسي سنحضره في دجاج مضغمر سنحضر معكم شربة الخضر والسمك جلدي سنحضر هذه الطرطة سهلة و سريعة سنحضرها بدون عجين سنستعمل ورقة الفيلو سنحضر هذه الطرطة من قرمشة و في نفس الوقت تكون فيها حشوة سنحضر معكم سنحضر هذه الطرطة رائعة جدا سنحضرها بالفواكه و الخضر لا سنحضر فيها المايونيز لا سنحضر فيها الزيت سنحضرها بطريقة صحية سنحضرها بالمكسارات سنشارك معكم عصير الاقتصادي و يأتي لديد و يأتي خاطر و آخر سنحضرها هي الطبق البركوكش الذي يمكن أن تقدمه في العشاء أو في الصحور و عندما نطول عليكم سنحضر مع المقادر و طريقة التحضير إذا كنتو أول مرة تشاهدوا قناتي فهذه قناة حسنا الرميلي اشتركوا فيها و افعوا الجرس باش يوصلكم الجديد و أول حاجة سنبدأ بها سنحضر الشرمولة سنحضرها لكي يكون هناك كم قطة سنحضر معلقة السكنجبير بالنسبة للمعلقة هنا سنحضر العبر بمعلقة صغيرة معلقة الخرقوم أو الكركم معلقة القزبور اليابس سنحضر نصف معلقة تقريبا و سنحضر شوية البصار سنحضر معلقة الزاطر سنحضر معلقة الزاطر وسنحضر حجب صغيرة أو أن نصف حجب ضغم سنحضر غذر أسما سنحضر من الكلام و سنبقي الزاطر هناك سنحضر السكنجب سنحضر الجديد سنحضر لمعلقة القزبور سنحضر التمميق سوف نحضر حجب لكي اتعطينا اللون باللون سنحضر نفع لمعلقة توابل سوف نضيف حمضة العصر سوف نضيف حمضة كبيرة أو ممكن نضيف حمضة على حسب انتو ماش تبقوا الججي تجي في المطقة سوف نضيف حمضة مصير سوف نضيف حمضة المصير سوف نقطعها كرقيقة نضيف شوية من القشرة نقطعها كمربعة القرق و نضيفها كذلك في الشرمولة من بعد ما نوجد الشرمولة الأخير من البعض نضيف حمضةération نحن نضيف حمضة مصير نحن نضيف شرمولة مع بالجلد واللحم و من بعد ما نضيف درجة سوف نضيف درجة بعض الاحتجاب قمت بإبقاء تحجيل لاحظة حمضة طويلة بإبقاء تجربة قمت بإبقاءام سوف نقوم بإضافة الخيط ونقوم بإضافة ونقوم بإضافة سوف نقوم بإضافة ونقوم بإضافة نقوم بإضافة الزائية نقوم بإضافة ونقوم بتضيف الزائد نقوم بإضافة في الزائد نقوم بإضافة على صنجرة يجب أن تضيفها في قدمة البصلة بإضافة الإضافة هنا كتطيبوا على عفية اللي كتكون متوسطة كتحسبوا تقريبا 1 ساعة و 4 حتى 3 ساعة ونص على حسب الحجم ديال الججا إلا كانت جهة صغيرة غتديروا غير ساعة إلا كانت ججا بهذا الحجم يدرت أنا كبيرة شوية غادي تديروا تقريبا ساعة ونص بالنسبة لي خليت الججا على جهة واحدة حتى طابط كنحركها مرة مرة باش ما كتلسقش ليه في التنجرة صافي من بعد هنا يمتأكد بأن الجج طاب غادي نحطه في سانية ديال فرن غادي ندير معا شوية المرقة بالنسبة لطريقة التي ندير نخلي باقي شوية فراسه يعني ما خليش يتبب زاب حتى تتحلي هي تججاجة ونخليها تكمل الطيب ديالها في الفرن منها كتتتحمر ومنها كتتكمل الطيب ديالها كما شفتم معا يدرت شوية المرقة معها تجاج اللي غندخل الفرن وهنا هي عندي الزيتون بالنسبة للزيتون هنا محيدر لأهلاثم كنديره طيب الطيب اللوله ونصفيه من المادينه بعد ذلك نضيف المرقة لكي نستطيع أن نسخنها هنا نضيف رقشة الدجاج في الطنجرة ونضيف الملحة ونضيف الملحة ونضيف نصوصة الحامل المصير سوف نضيف هذه الضغميرة حتى تعقلينها جيدا هنا نضيف الفرن كما تدخلها هنا نضيف الفرن نضيف الزبدة وزمن ونضيف الملحة نضيف الملحة فشا 5 وبعض الشمان ثم نضيف الفرن ثم نضيف العمل الخievers للهن من الملحة ونضيف الملحة تمنح في الفرن حتي Algum لذلك يوجد زوج من ب Harvard لذلك is it? حتى أن يضيف الملحة في النار ؟ نضع الدجاج في طبق قديم نضع جنب الضغمير وضع حمض نضع كذويتنات من الجناب وتقدموا الطبق جنب سوف نحضر السوب بالخضار والسماك هنا عندي بصلة التي تكون متوسطة عندي جوج ريسات التوماء عندي جوج بطاطات عندي جوج من الجزار عندي شوية المعدنوس عندي شوية الكرفس و هنا عندي 100 جرام الكلمار و 150 جرام الكرفيت بالنسبة للسماك لما كانت متوفرة عندكم تقدروا تعودوه بالجاج يعني في عيوض انكم تديروا 250 جرام الحوت سوف تديروا 250 جرام سدر الجاج أو ممكن تديروا 200 جرام الكفتة التي سوف تديرها على شكل كورات سوف تشحروا ومولوا الزبدة من بعد تحيدوهم حتى تصوبوا السوبة من بعد تديروا كورات الكفتة أو ممكن تديروا تقطعات الكفتة و تشحرهم كذلك بها الطريقة في الزبدة حتى تشحروا جيدا و تحيدوهم حتى تصوبوا بعد من بعد تديروا كورات الكفتة يعني تتبعوا نفس الطريقة مع الحوت هي التي تديرها مع الجاج أو مع الكفتة هنا بالنسبة للطريقة التي تديرنا تنجرة نضيفها مع القرد السوبة قليلا نضيفها الكروفيت و الكالامار نضيفها و نضيفها و نضيفها من بعد تديروا المرق نضيفها هذه الطريقة التي ترونها يعني نضيفها بصفية و في نفس النجرة نضيفها الخضرة بعد تديرهم قطعات و لا تلقيتها صغر نضيفها كورجيت و البطاطا و نضيفها و كذلك نضيفها و نضيفها و لنضيفها نضيفها و لنضيفها و من بعد كما رأيت معي يضع عوية سكن الجبال قطعته ككل طريفة صغير وضعته على الخضرات وضعته على ورقات الرند بالنسبة لأوراق الرند يمكن أن يكونوا مطحونين أو يمكن أن يضعوا ورقة أو جوج ورقات الرند وتجعلوا الخضر يطيبوا معهم كما رأيت معي كان شحر مزيان هذه الخضرات لا أستطيع أن أضعها من الأول فأنا أجعل الخضرات شحر مزيان كما تصدقها حتى تصدق هي المدينة بهذه الطريقة تجيكم لاسوب بنينا شحروا خضرات интересين حتى تصدق لكم حالة كفة في الطنجرة لاتجيكم لاسوب كما تجيكم بنينا هنا نزيد من الأقشور كروفت يمكنく地ين المرق يبقى الماء اللي يكون مغلي تقريبا إترو ديال الماء اللي يكون مغلي وكذيكوا معاء كنور ديال السمك يعني هنا لما كنت جديكم المرق ديال الحوت أو غير ما تقشيكم المرق ديال القشور قروفت سوف نضيف المال لكي يكون مغلي و سوف نضيف معه واحد كنور او ضامة ديال المراق ديال الحوت انا كما شفتوا معيها من بعد ما طابت الاسوب ديالي طحنتها و عاد كنزيدوا ليها الكروفيت والكلامة اللي كنا شحرنا من قبل بالنسبة لهذا الاسوب را ما كدخلتش هنا وقت بيزاف طياب يعني من بعد ما كدفوا المرقة على الخضر كدحسبوا تقريبا ربع ساعة لعشرين دقيقة سوف يكطفوا عليها من بعد كطحنوا كل شي كنعبدو نرجعو لاسوب ديالنا على النار هنا يكن خففها بالكريم بالكريمة السائلة او ممكن انكم تخفوها بالماء يعني اللي بغيتو انا هنا يكن زيد الكريمة كتعطيها واحد طعم لكي يجيل ديد بزاف كتزيدوا الملحة الى حسيتوا بان لاسوب ديالكم خاصها الملحة يعني كتضوقوا الى كانت خاصها الملحة كتزيدوا واحد شوية للملحة وهذه هي لاسوب ديالنا واجدة كتقدموها كذلك بصحة وراحة وغادي ندوزوا باش نحضروا لاطاخت ديالنا اللي غا نحضرها بكريمة دياللوز وبوراق الفيلو هنا يكن اخد 150 جرام ديال الزبدة انا كانت عندي الزبدة باردة وقلت باتي نحطها شوية الفران غير يعني غير تدفع ترتاب ساعة خليتها دابت شوية ماشي مشكلة انا كان نخلط الزبدة نخلطها مع السكر هنا عندي 150 جرام ديال الزبدة 150 جرام ديال السكر و 150 جرام دياللوز عني نفس المكوينات و 150 جرام�데البيد نفس العبار في المكوينات بربعة عندينا الزبدة والسكر والبيد و اللوز كلهم نفس العبار بالنسبة لك انتو غادروا مكوينة قل متلا ندرو بيضة واحدة اينا درتوا بيضة واحدة الحجم ديالها كبير فقد عطيكم 50 جرام ديال البيض غادي تدرو معها 50 جرام ديال السبدة 50 جرام ديال السكر و 50 جرام ديال الوز بغيتو تدرو جوج ديال البيضات غادي تدرو جوج ديال البيضات اللي كي عطيكم الوزن ديالهم 100 جرام ديال البيض غادي تزيدوا معهم 100 جرام ديال الوز 100 جرام ديال السبدة و 100 جرام ديال السكر المقادر راه واضحة كي ما شاهدوا معي من بعد ما خلطنا مزيان الزبدة مع السقر نضفنا عليهم البيض كنضفوا عليهم اللوز وكنزيدوا شوية الفانيلا وكنزيدوا كذلك رشاة الملحة وهذه الحشوة دي النواجدة غنخليوها جانبا وغادي ناخد ورق الفيلو بالنسبة لورق الفيلو انا كناخد من مرجان تقلط القواعن اللي كي بيع لوازم الحلويات هنا من بعد ما كنحلو ورق الفيلو كتحلو غير بشوية وغادي نهز منه ورقة ورقة اللي غادي نطويها على الجوج او على ثلاثة وغادي نحطها في اللمون اللي غادي ندره فيه لطاخد بالنسبة للمون ممكن تدروا الحجم اللي بغيتو ممكن تدروا صغير او كبير عندكم بكية دي الورق الفيلو وعندكم الحشوة كذلك إلا بغيتو تضبلوا المقادر ديلا غادي تضبلهم بغيتو تدروا غي مقادر قرار غادي تدرهم وريدكم طريقة هنا كيميها جسو معي كتن اخدو المول كتدهنهم بزيان بالزبدة وكتنا تخرجو في ورقة الفيلو بالنسبة لكيميا ديالورق الفيلو اللي غادي نستعمل مجدر قريبا لربعات ديالورقات هنا في الاول كنت personagem بان طويلوا الورقات على الجوج من بعد gradual لنطويه على ثلاثة بعطة غادي نطويه على ثلاثة يض juntها لنقوم باللعけ ال survivor الغادي و povo assassin Working on the other كل ورق اريد انطويهم على ثلاثة كل ورقة كان دهنها مزيئة بالزبدة ولا تكتروا من كميات الزبدة يعني كدرغي واحت بقاطية للزبدة كدهن وغيكوش خفيفة صافي وتعود تحطوه ورقة ثانية انا كما اشتو معي الورقة الثلاثة طويتها على ثلاثة وهنايا غادي نزيد اخر ورقة اللي غادي تكون ورقة رابعة صافي ومن بعد غا نجمع هذيك العجينة دي الورق نفيله وغادي نعود نرجعها المجمد ونخليها حتى نغنبها ونعود نقدم بها من بعد ما لبست المول ديالي بورقة رفيله بهذا الطريقة غادي نحيدو هاد الزائد او هاد الجنيبات بهذا الطريقة اللي كتشوفو معي بحال طريقة اللي كنديروها اللي عجينة يعني كنقطعوها بهذا الأطراف بتلك كتبركوا واحد شوية صافي وهذه القاعدة ديالنا هي وجدناها كما قد لكم قاعدة اللي كتكون بدون عجين كتجي مقرمشة وكتجي هاللطاخت كتجي وديدة بزف يعني كتكون واحد طبقة ديال القرمشة اللي كتكون من برا ومن داخل هاد الحشوة ديال اللوزي كتعطيها واحد تعليكة اللي كتجي وديدة بزف كما شفتو معي كنوضاع الحشوة مباشرة كتسلحو هاد الحشوة مزيان كتحاولو انكم تقدو لوجه ديال لطاخت تقدرو تطيبوها غير هكا ومن بعد تقدموها وترشو عليها السكر غلاسي تقدرو تزينوها برقائق اللوز من لوجه ديالها كما ممكن تزينوها ببعويد كيم ما درس انا ممكن تدروا ببعويد او دفاح يعني بالنسبة لطريقة ديال لطيبوها كما بغيتو يعني ممكن تدروا غير هادك ورقة الفيلو مع هادك الحشوة ديال اللوز ودخلوهم الفران حتى كي يطيبو عدم بعد تقدر شو عليهم السكر غلاسي من الفوق وكتقدموها او ممكن انكم تزينوها ببعويد كيم ما درس انا او ممكن تزينوها برقائق اللوز يعني بالنسبة لطريقة ديال الزين كتبقى ختيارية انا اختي تغيروش حبات ديال باعويد كنقطعوه مكالشة رائح يعني كل البعويدة كنقسمها على جوج عاد من بعد كننقيها وكنقطعوها كالشرائح وكنحطوها بهالطريقة فوق الحشوة ديالنا سافي بهالطريقة كنزين كذلك برقائق اللوز يعني البلاسة التي كتبقى خوية كندر فيها كيمية من رقائق اللوز فهذا المرحلة كنقمش على الفران على مية وستين دراجة كنخلي الفران ديالنا التكيز خدم مزيان عاد من بعد كندخلو لي الصينية بالنسبة لمدة ديال الطيب يعني كتبقى حتى كالطيب ديالنا تختم مزيان كما تبقى حتى تتحرك لكم من الوسط تجيه من الوسط تجيه صافي شدة في الورقة تبليكم انها تنفخد وكيمية تقسوها في الوسط تلقوها بانها باقي تتحرك يجب تخليوها في الفران حتى تشد مزيان هي تأخذ لنا شوية الوقت في الطيب لان طيبناها على عافلة تكرمت وسطة كما قلت لكم طيبتها على مية وستين دراجة قدرت لي تقريبا 40 دقيقة في مدة طيب من بعد ما نخرجها نزينها بسكر غلاسي ونزينها كذلك بحبة الفراولة ونزينها كذلك بحبة الفراولة ونجعلكم تسمعوا القرمشة سوف نقرب لكم كيفية طبقة تجيه من الوسط تجيه مع الكوكة جيدة ومن الجناب يجينا ورق الفيلو يعني بدوك طبقة دياله يجينا مقرمش سوف ندخل لطاقة التلاجة وسوف نحضر معكم الطبقة بالنسبة للبركوكش بالنسبة للبركوكش خذيت هذا اللي كي يكون دير الشعير نديروه كايف في صفايا أنا بالنسبة للصفايا قدرت لها يكون رقاق لان كنغسله مزيان عاد من بعد كنردوه كنغسله مزيان كنغسله مزيان كنغسله مزيان كنغسله مزيان كنغسله مزيان عاد من بعد كنصفيه من هاد الماء وكنردوه يطيب حاولو انكم تبقى وضحركوه بها الطريقة يعني كيبقى ديالك الطبقة اللي كتكون من تحت لكان فيها الماء كتير حيث أنظر بها بشارج كنغسله حتى يتشرب لينا هاد الماء كنتبقى فيه كامل يعني من بعد ما نجده وتقتر ماشي كنخليه كان مشيو كان بقى ونحركوا فيه باش ما كنت تعجينش لينا هاد الماء هادالك الطبقة التي كانت تكون من تحت هنه من بعد ما كان قطروه كان عايزة ورجعوا الهيان وكتبدو تحركوا فيه حتى كيتشرب الماء كله فيه تماما كتحسو بيه انه انشف أعاد بشكديروه في الكسكاس وكان أردوه يطيب مجرد ما كيطلع لنا فيه البخار كانحسبوه 15 دقيقة أنا هنا يكن أغطيه وكانخليه حتى كيبالي بأنه بدك يطلع فيه هاد البخار هذا كانحسبه 15 دقيقة عاد من بعد كانحيدو وكانعود نقلبوه في نفس إيه نأفشكن وهنا يغامق نحرك فيه حتى كيبارد تماما في هذه المرحلة نزيد الملح ونزيد كؤوس الماء بالنسبة للعبارة الكاس تقريبا 200 جرام في كل كاس يعني 400 ملي الماء أو 400 جرام الماء تزيد الماء غير شوية بشوية لا تدروا لما دفعة واحدة يعني كتر الشوف تحركوا حتى تشرب الماء غيب القياس بهذه الطريقة وقدمت رميته حتى تشرب الماء كامل اللي فيه بعد من بعد يضيد عليه ونزيد ماء الزيتون تكسير طيب يعني هنا يكن طيبه غيبا للمره المرة اللولة فاش كانوا أسلوه ي fps وهذه المرة الثانية فاش كنزيد عليه الملح ونزيد عليه كووس الماء ونزيد ماء الزيت زيتون كنت دهنوا في هذا الطريقة بزيد الزيتون كما قدروا لكم كنتجروا حسب جوج مغارف زيت الزيتون بهذه الطريقة وصافي هنا سوف ارشع الكسكاس وسوف نجعله مدة 15 دقيقة ومن بعد تقدمه هنا من بعد ما يفورد قريبا 15 دقيقة صافي كانت تفاعله شوفوا كيف يأتي تبار كلاره يحبه مفرقة على أختها لا يأتي معجن غير تبع الطريقة التي قلت لكم نفس الطريقة ستعتمدها في هذا البركوك ما الذي يكون الشعير كذلك ستعتمدها في هذا البركوك ستعتمدها في هذا البركوك نفس الطريقة ستعتمدها في يوم بجوش سوف نقوم بصوت الفيديو في الخمسة الصباح لا يمكن أن تقدموه مع أم لوك لا يمكن أن تقدموه مع البن كيف يبقى لكم الاختيار ت Lorbe نساعد بصوت الفيديو سنشرح رائع ونشارك معكم كذلك لما كانت رائع جدا نقوم بتحديد تحديد من المركونات كذلك يكن متنوعين وكذلك تكون صحية كنقوم بها شرائح للمون كنقوم بضع ن lung نقوم بضع نبط نقوم بضع نبط كنزيد حبة الجزار كمضة ثم نقوم بضع نظر نقوم بضع نبط كذلك كمي بالنسبة لكيمية تبقى على حسب الرغبة يعني ممكن ندروا كيمية كثيرة أو قليلة ندروا حبة اللافوكا ومن بعد نأخذ واحد ياور طبيعي اللي نزيد مع عصير دي الحامض نخلطه مزيان و ندره كسلسة مرافقة لهذا السلطة بالنسبة لكي بغير نزيد الحلاوة ممكن نزيد مع القادية العسل أو مع القاد الزكر فهذا السلطة هذي أنا نخليها كيمية ندر غير ياور طبيعي مع الحامض صافي و ندره كفق السلطة لكي تكون السلطة اللي كتكون صحية هنا من بعد ما نزيد بهذا السلطة دي الياورت سنزيدها كذلك بالمكسرات عندي هنا المشماش اللي كي يكون مشفف اللي كنقطعه كالقطاع و عندي كذلك القرقع بالنسبة للمكسرات و ممكن ندره أي نوعية المكسرات متوفرة عندكم وبهذا الطريقة كتحصل على السلطة اللي كتكون صحية يعني سلطة اللي منعيشة و في نفس الوقت كتكون صحية لماذا نضيف لها السكر لانها أصلا فيها الليمون حلو و فيها كدلك التفاح و نحضر معكم العسر اللي كي جلديد بزاف و منعيش أنا سأحتاج الحبات للتفاح و الحبات للبربا واستدي الحبات للفريز او الفرابلة سنضيف معهم عسر الحامضة اللي كتكون كبيرة و ممكن نضيف عسر جوجة الحامضة سنضيف معهم اترو دي الماء و ستطحنوا كل شيء جيد اللي كي يريد الحلاوة يضيف معهم جوجة معلقة السكر ممكن نضيف السكر أو العسل أنا لم أضيف سكر بالنسبة لي كتفي فقط السكر و ممكن نضيف السكر في هذه المرحلة أو ممكن نضيف العسل من بعد كما قلت لكم استعليهم يترو دي الماء و كمتحنوا العسر دي المسيان وهذا هو القوم العسر يجي عاقد كي جلديد بزاف انا اكيد جربته و غادي عاجبكم بالنسبة للطويلة دينا نضيف العسر و كذلك الحب المظهر و بالرد الاتاي و اللي يجعل البركة نضيف طبق لكي يكون رئيسي مع طبقة السلطة و مع شربة يعني ما تكتروش على يكون بزاف باش يكونوا وجبات ليكونوا قلداد و كذلك يكونوا صحيين يعني حاولوا انكم تبعدوا على المقليات لأقصى درجة و كذلك ما تكتروش قوة المعجانات بالنسبة للبركوكش كنخلي واحدة للسحور و كل واحد كي ياخدوا و كي ياخدوا مع البن و كي يبغي مع عمله هنا وصلنا الاخر الفيديو خليت لكم الراحة و الى فيديو قادم إن شاء الله